حاجة بنشتريها غالية جدا في المطاعم سواء مطاعم الفلوطامية او مطاعم المشاوي يعني لو عايزين تشو لحم او فراخ الطبق ده مفيش غنى عنه يلا نبدأ على باركة الله الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اتمنى لو الفيديو عجبكم ياريت ما تبخالوش علينا باللايك لان اللايك للفيديو هو اللي بيساعدنا نستمر قناتنا قناة شيكو توتا قناة متخصصة في كل ما يتعلق بالمنزل من طبخ وحلويات ووصفات خاصة بالبيت فارجوكم ياريت ما تبخالوش علينا باللايك لان اللايك هو اللي بيساعدنا نستمر اول حاجة كل اللي احنا محتاجينه كوب من الزبادي او الياغورت واربع معالق او ثلاث معالق كبار من الحليب او اللبن ورشة من النعناع المجفف الوصفة دي عايز اقولها لكم يا جماعة لو حضراتكم عملتوها وجربتوها مرة واحدة هتكلوها جنب الفلو الطعمية هتكلوها جنب المكارونا هتكلوها جنب اللحمة هتكلوها جنب الفراخ بجد الوصفة دي لأول مرة على اليوتيوب على قناة شيكوتوتا موجودة على قناتنا هنحتاج بعد ما نضيف الحليب الى الزبادي هنحتاج معلقة صغيرة من السكر وبعد كده هنحتاج رشة صغيرة من الفلفل الاسود زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده رشة صغيرة من البصل البودر ورشة صغيرة من التوم البودر اتمنى يا جماعة تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كده نصف معلقة صغيرة من النعناع المجفف وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب المكونات دي مع بعض عايز اقول لكم يا جماعة الاكلة دي حلوة جدا ودايما احنا ما بنطلبها في محلات المطاعم او المشاوي بيكون سعرها خمسين جنيه وطبعا يا جماعة انا شفت ان الوصفة محتاجة كمان معلقة سكر فاضفناها مفيش مشكلة اتمنى يا جماعة تصلوا على النبي عشان تاخدوا حسنات واحنا كمان ناخد حسنات وهنبدأ بقى يا جماعة نجيب طاجن وهنبدأ لفضي في المحتويات بتاعتنا وعايز اقول لكم فيه سر مهم جدا في اخر الفيديو ياريت تشوفوا الفيديو الاخره عشان تعرفوا السر المهم دوت زي ما قلنا يا جماعة الوصفة دي بجد بجد مش هتبطلوا تعملوها نهائي خالص مهما حصل وتحدي وبعد كده يا جماعة زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي هنبدأ نجيب بولا وهنجيب مسلس جبنة نستو اي نوع عندنا وممكن نزود الجبنة نستو مفيش مشكلة وممكن نستبدلها بجبنة شيدر وهنبدأ نضيف عليها اي نوع زيت عندنا سواء عبات شمس او زيت زورة او زيت زاتون هنحتاج معلقة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين من الزيت وممكن نحتاج معلقة ونص الى معلقة وبعد كده هنبدأ زي ما حضراتكم شايفين نجيب شوكا وهنبدأ ان احنا ندوب المسلس الجبنة نستو في الزيت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده عايز اقول لكم يا جماعة من ساعة ما جربت الوصفة دي وانا بجد باكل طعمية ليا الفلافل او الفول لازم تكون الوصفة دي موجودة طيب هشو لحمة لازم الوصفة دي تبقى موجودة طيب هشو فراخ لازم الوصفة دي تبقى موجودة وتقدروا يا جماعة تشوفوا فيديو تدبيلات الفراخ عملنا اربع تدبيلات حلوة جدا التدبيلة الايطالية والتدبيلة السورية والتدبيلة المصرية والتدبيلة البابريكا اربع تدبيلات حصريا على قناتنا قناة منوعات شيكو توتا او قناة شيكو توتا زي ما حضراتكم تكتبوا في اليوتيوب ويزهر لكم القناة بتاعتنا ويشوفوا فيديو التدبيلات يا جماعة حيفوتكم نص عمركم لو ما شفتهوش عايز اقول لكم يا جماعة من جمال الوصفة دي بجد يعني بنعملها يعتبر يوم ويوم او كل يومين وبعد كده هنبدأ نحط رشة صغيرة من النعناع المجفف زي ما حضراتكم شايفين وممكن نقلب وممكن نسيبه كده يكون يعني شكله حلو وكمان الطعم يكون كويس وعايز اقول لكم يا جماعة بجد الوصفة من افضل وصفات للناس اللي بتحب تاكل اللحمة والفول والطعمية وممكن نرش رشة صغيرة من حبة البركة او الحبة السودة بتدي طعم جميل جدا لوصفتنا النهاردة وعايز اقول لكم يا جماعة ياريت تعملوا لايك للفيديو لان اللايك هو اللي بيساعدنا نستمر وممكن نحط كسبرة او بقدونس زي ما حضراتكم شايفين وده كان الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا والسر هو احنا محتاجين نص معلقة صغيرة من نشة الدرة هنضفها بعد مسلس الجبنة النستو طبعا وصفتنا النهاردة كانت وصفة صلاتة الزبادي وده نقدر ناكلها مع الطعمية والمكارونة والمشاوي سواء فراخ او لحمة اشوفكم على خير صلوا على النبي وارجوكم ما تبخوا لوشها لنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل والسلام عليكم اشتركوا في القناة